اشتركوا في القناة لا نزال في مرحلة صلح الحديبية ومن سمرات هذا الصلح النبي عليه الصلاة والسلام بدأ ينشر دعوته العالمية وقد بدأ صلى الله عليه وسلم بالملوك نعم بالملوك صدقه رسول الله هذا الرجل اليتيم الذي نشأ يتيما وعاش يتيما وهو في واد غير ذي زرع استطاع الآن بعد عشرين سنة تقريبا أو أقل من الوحي أن يكاتب كتبا إلى ملوك الأرض إلى كسرى ملك الفرس نصف نصف العالم القديم معه وإلى هرقل نصف نصف العالم القديم الغربي وإلى النجاش وإلى مقوقس مصر وإلى ملك اليمن وإلى ملوك العرب المتنصرة إلى عمان إلى البحرين كتب كتبا إلى ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام وهنا المعجزة لو لم يكن نبيا ما تجرأ أن يخاطب ملوك الأرض وبصيغة عزيزة ليست صيغة ذليلة ولكنها دبلوماسية يعني من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام أولا صنع الخاتم لأنه لا تقبل رئساء الملوك إلا بخاتم فصنع خاتم محمد رسول الله وختم به الرسالة هذه الكتب أو الرسائل نسميها اليوم كان خطابه دبلوماسيا من محمد رسول الله إلى عظيم الفرس إلى عظيم الروم إلى ملك مصر إلى ملك الحبشة عظيم يدعوهم أربع خمس كلمات والكتب موجودة الآن مخطوطات أسلم تسلم تسلم في الدين والدنيا والآخرة فإن أعرضت فإنما عليك اسم قومك أنا أختصر يعني كل واحد اسم المجوس اسم الأريسيين الآن سنتكلم عنها اسم كذا اسم كذا فخاطبهم بصياغة دبلوماسية الرسالة فيها ترغيب وفيها ترهيب هذا أمر تاني حرية عقيدة يعني إن أحببت أسلم ما أحببت لا تسلم ولكن فيها أسلم تسلم يعني إذن أنت لن تسلم بعد اليوم إذن ما في سلم بيني وبينك أيضا فيها تحميل اسم الشعوب كما ذكرت وفيها أهم شيء فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني التوحيد الدعوة إلى التوحيد هذا مضمون الرسالة أربع خمس أسطر فقط أول من أرسل أرسل إلى كسرى وكان أكثر الملوك استبدادا وأكثر الملوك طغيانا أرسل إلى كسرى فالذي حصل أيضا يجب أن ننبه على نقطة مهمة جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختر هذه الكتب لم يرسلها مع أبوكر وعمر وعثمان وعلي لماذا أرسلها مع المتخصصين كل إنسان وما يحمل من خصائص تؤهله لمناقشة الملك أنه كان يعطيه الرسالة بيده ثم يفتح الرسالة ويقرأها وطبعا يحصل بينهما حوار فما أرسل النبي أبو زر ولا أبو هريرة هؤلاء لا يصلحون هذا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى كسرى لكن كسرى قتل رسول رسول الله ومزق الكتاب كان طاغية عظيما وقال استغفر الله العظيم يعني بين قوسين كيف يتجرأ عبدي كان يعتبر العرب عبيده لأنه كان العرب المنازرة الشمال شرق الجزيرة العربية كلهم صار دينهم مجوسي وصاروا إلى البحرين فقال كيف يتجرأ عبد من عبيدي على ذلك وشق الكتاب وأرسل إلى باذان باليمن اليمن كانت تحت حكم فارس تصوروا المسافة كلها كانت تحت حكم فارس الخليج العربي كله كانت تحت حكم فارس إلى اليمن هذا اللف كله إلى الإمارات العمان إلى اليمن كلها تحت حكم فارس فأرسل إلى رئيس اليمن باذان اليمن وقال له أرسل إلى هذا الرجل استغفر الله شخصين ليقتلوه أو ليأتوا به إلينا اعتقال يعني مغرور مسكين أو ما عنده علم شو عم يصير بالجزيرة العربية ما عرف إنه الحروب يعني هذا مسكين من غروره لا يرى أعمى القلب ما الذي حصل أرسل باذان ملك اليمن رجلين إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هيئتهم كانت هيئة مجوسية شوارب طويلة وبلا لحة أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جلسوا معه فقالوا له شرف معنا لهين نعتقلك قال ربنا أخبرنا أنه ربنا يعني بازان أنه نأتي به ليش لأنه ربه يعني كسرى أرسل إليه أنه يعتقل يا شاء الله الأرباب كلهم ما شاء الله فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبا إلى ربكما وقولا له إن ربي قتل ربك على يدي ابنه شيرويه وصار هو الحاكم شو عم تحكي مثل ما عم ألكن إن ربي الله عز وجل قتل رب رب ربكما لهو كسرى قتله ابنه شيرويه ذهبوا إلى اليمن فقالوا له ذلك فما هي فترة إلا وقد بلغهم الخبر أن في نفس اليوم شيرويه قتل والده كسرى والنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه لما وصلوا أن الكتاب مزق قال مزق الله ملكه ومزق ملكه وصارت هذا الملك أو ذلك الملك كله ملكا إسلاميا وكل الناس دخلوا في دين الله أفواشا وصار أكابر علماء المسلمين من تلك البقاع سبحان الله هذا ملك كسرى أما المقوقس ملك مصر فأرسل إليه حاطب ابن أبي بلتع وكان يجيد الحوار مع النصرانية وكان تابع للدول الرومانية لكن له مثل استقلالية في مصر فأرسل إليه وتحاور معه وعالتوحيد كذا لكن هذا كان إنسان محترم المقوقس كان إنسان قبط هو كان إنسان محترم كان إنسان راقي إنسان متعلم يعني ما ليس ككسرة فبقي على مسيحيته وأرسل إليه من محمد رسول الله فإني أشهد أن لا إله إلا الله ونمحمد رسول الله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن توليت فإنما عليك اسم القبط جمعتك كل برأبتك تصفل فأرسل إلى إلى النبي عليه الصلاة هدية حمار أبيض هذا مثل مرسيدس آخر موديل يعني نادر في ذلك الوقت وأرسل له جارية اسمها ماريا القبطية والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها صلى الله عليه وسلم يعني أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إذن يعني كانت الرسائل متفاوتة الجواب أرسل إلى النجاشي لكن غير النجاشي الذي حمى أصحابه كان ذلك قد مات فأرسل إلى النجاشي نفس الكلام ونفس الرسالة فإن توليت فإنما عليك اسمه الأحباش يعني جماعتك فأيضا من جملة من أرسل إليهم ملوك العرب وملوك يعني العرب المتنصرة وعرب عمان والمجوس في البحرين وفي كل هذه البقاء أين هناك ملك موجودين بالتفصيل الكتب ومن أرسل من الرجال إليهم وماذا حصل في تلك الرحلات كله مذكور الآن نحن طبعا نريد الإجمال إن شاء الله في الحلقة التالية سنتكلم بالتفصيل عن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إله رقل عظيم الروم لأن فيها دروس كثيرة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر